كي يعيش العمر باطمئنا أهلاً وسهلاً بكم يا السادة مرحباً بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان ورحب بكم من مشارق الأرض ومغاربها ورحب بنعمان أمين فارس منصوري مي سويت هارت مي سويت هارت مي سويت هارت شكراً لك مي سويت هارت مي هاني منصوري عندي من أطرف الناس نكته هو ونعمان طبعاً لم يصيبها اليوم نعمان هنا ومنصوري هنا رح أطالع في النص لأنه إذا طالعت نعمان أمس أمس أسأل نعمان لو ابنك سألك كذا يقول لي ألا زين جاوب يقولي والمشكة يقول له رفع صوت يعني ها أقدر ومنصوري نازل يعلق تعليقات فأنا بين بين يعني لا مو نارين بين جنتين محشومين عن النار أنتم ورحب في فراس سيدي من سوريا من اللاذقية أنا ولا مرة دخلت سوريا ولا مرة ولا بحياتي دخلت سوريا ويا رب أزورها لأنه فعلاً سوريا مثل ما يمدحون خصوصاً جبل جبل قاسيون جبل قاسيون أشوف أشوف يا أخي سوريا غير الله يحفظهم ويردها أمن وأمان رجا من الأردن من العاصمة الأردن عمان مرحباً يا رجا وأرحب نبيل من أين نبيل؟ من مصر من مصر والنعم من القاهرة صح والنعم نبيل أهلاً وسهلاً بكم لا أخفيكم أني بالكاد أن أنام الليل بالصراحة بالليل أسخر وقت ما بين قراءة وحفظ ومراجعة لا أخفي ولا أقول هذا الكلام ريان في الفترة الأخيرة شغلتني جداً أحداث ما يجري لشباب العراق حفظهم الله قولوا أمين قولوا أمين شباب العراق أخلاق وكتلة أنا لا أقول هذا الكلام بداية تملقاً ولا نفاقاً العراق لا يحتاج وسيم ولا غير وسيم العراق لا يحتاج أحد وطن قائم بذاته حضارة سيادة ريادة وطن ينعم بالخير دجلة والفرات لا أحد يحتاج أن يتكلم أو أن يداهن أو يماري العراق تعب العراق بالعكس أصبح أنا لا ألوم العراقي حينما أمتح العراق يقول لي لماذا تمتح العراق والله العظيم لا ألومه تعب العراق جداً لهذا أصبح كل من يبادر للعراق حبه أن يقول ماذا تريد تعلم كرجل تعرض للنهش والضرب والسلب فجاء الرجل يريد أن يضرب على كتفه ليخفف عنه فيقول ماذا تريد فلا تلومونهم أحبكم يا سادة في الفجر قبيل الفجر وصلتني صورة من أمي عراقية لا أقول من عراقية أقول من أمي العراقية هذه الصورة امرأة تحمل الحديد ربما لا أستطيع أن أحمل وتتوشح على ما أظن بعلم العراق لا أخفيكم أني بكيت أقسم بالله لا نفاق ولا رياء أوجعني قلبي جداً أوجعني ما أجده فلا أقول كتبت قصيدة ولن أقول نثراً خرج مني كلام يعبر عن هذه المرأة وصفت حال المرأة فقلت في قصيدة أو في النثر قلت فيها عراقية أنا أحمل الحديد عراقية أنا أحمل الحديد ولا أرضى بظالم عتيد وطني وطني وإن كنت باكية ودمك بدجلة كالجليد فنحن لك ذخراً وعونا ولك منا كل يوم شهيد حتى نرى محياك باسما ونرى فيك كل يوم عيد ونحيا ونحيا في ترابك حباً ونحيا في ترابك حباً ويوم نصرك يوم سعيد حباً حباً لك للويل خرجنا حباً لك للويل خرجنا فكلنا العراق الجديد فكلنا العراق الجديد فكلنا العراق الجديد لا أدري ماذا أقول وحباً ليست حباً حتى حتى الكتابة من السرعة نسيتها الله العظيم حتى سأعيد القصيدة أو النثر قلت فيها عراقية أنا أحمل الحديد ولا أرضى بظالم عتيد وطني وإن كنت باكية وطني وإن كنت باكية ودمك بدجلة كالجليد فنحن لك ذخراً وعونا ولك منا كل يوم شهيد حتى نرى محياك باسماً ونرى فيك كل يوم عيد ونرى فيك كل يوم عيد ونحيا في ترابك حباً ويوم نصرك يوم عيد ويوم نصرك عيد سعيد حباً لك للويل خرجنا فكلنا العراق الجديد الشاهد أن الأصل بنا أن لا من إنسانيتنا أن لا نرضى بالدم إنسانيتك ترفعك أن ترقى عن العذاب والتعذيب إنسانيتك ترفعك أن ترضى الأذى للغير أن ترضى الأذى للغير للغير فلهذا حري بنا نحن مع شراء لا أقول مسلمين لن أقول مسلم ولن أقول مسيحي ولن أقول يهودي ولن أقول سني وشيعي تجاوزنا هذه المرحلة للعقلاء وظيفتنا كبشر وظيفتنا كإنسانية أن دائماً أن لا نتمنى الشر لأحد ولا نأتي بالشر لأحد بل نرجو لهم الخير دائماً وأبداً نعم كلمات لا تسعف لكن أخبركم لا يأتي الظلام إلا ويعقبه الفجر ولا يأتي الأذى إلا ويعقبه الفرج فالحياة سادة موازنة ما بين حياة أريدها وما بين الضغط لا أريده ما بين حياة أسعلها وما بين للأسف أمراض وأوجاع تجداح حياتنا حياتنا ترجمة نانسي قنقر